أهلا بحضركم الجديد وفقرة ترند ترند طبعا في هذه اللحظات يمكن الكل النهاردة صحي على فكرة تغيير في أطقم التحكيم المتعلقة بمباراة نهائي دورة أبطال إفريقيا ويمكن ده عمل حالة من البلبلة عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة يمكن النهاردة طبعا الكل صحي عارف مين حكم المباراة والمساعدين والحكم الرابع وحكم تقنية الفيديو الفار فخلاص الكل يعني مستعدا المباراة تحكمين هيكون الأطقم التحكمية 1-2-3-4 بما فيهم كمان حكم غرفة التقنية لكن فجأة ظهرت أنباء وأخبار أن في بعض حالات كورونا كانت موجودة داخل المعسكر أو تحديدا مع تقم التحكيم وبالتالي حصل تعديلات أنا أقول لكم البيان الرسمي اللي صدر من الاتحاد الإفريقي منذ لحظات قليلة ويمكن قبل ما يطلع البيان الحمد لله كنا محضرين نفسنا بنفس التفاصيل لنفس المعاني أو نفس المعلومات اللي توصلنا إليها من خلال هذه الأخبار قبل ما نوصل للبيان الرسمي لكن الاتحاد الإفريقي قدامكم على الشاشة البيان الرسمي أعلن اليوم استبعاد المغربي ردوان جيد من إدارة مباراة الزبالك والأهل في نهاية دورة أبطال إفريقيا نظرا لإصابته بفيروس كورونا وقال الاتحاد الإفريقي في بيان نشره اليوم الجمعة سبت إصابة ردوان جيد الحكم المعين في البداية حكما بتقنية الفيديو المساعد في نهاية دورة أبطال إفريقيا بفيروس كوفيد 19 وتابع البيان الحكم الرابع جاني سيكازوي الحكم الزنبي سيحل محل حكم الفيديو المساعد في حين تم تعيين الحكم المصري إبراهيم نور الدين حكما رابعا ده البيان الرسمي اللي صدر من الاتحاد الإفريقي لقرة القدم طيب حكم مباراة اليوم حكم الساحة هو مصطفى غربال حكم جزائري اتنين مساعدين من الجزائر عبدالحق تشالي ده المساعد الأول وميقران جيراري هو المساعد الثاني تقم التحكيم الجزائري محدد منذ البداية وجهزين لمباراة اليوم طيب الكواليس والمعلومات حول هذا البيان حتى هذه اللحظة بنفس التفاصيل اللي جاءت لنا من البيان الرسمي لأن بالفعل مصطفى غربال قبل ما ييجي للقاهرة بحوالي 3 ايام أو 4 ايام كان عمل مسحة سلبية في مطار كذابلانكا بالمناسبة كمان الطيارة كانت اتأخرت شوية لكن عمل المسحة والمسحة طلعت سلبية لما وصل مطار القاهرة عمل مسحة أخرى قبل ما يدخل لأراضي المصرية والمسحة طلعت سلبية المسحة الأخيرة اللي أجراها في فندق الإقامة هي اللي أثبتت أن مصاب بفيروس كورونا وبالتالي لن يكون في هذه المباراة وبالمناسبة لغاية مبارح كان لسه المفضلة ما بين مصطفى غربال وردوان جيد ممكن من فيهم يكون حكم ساحة أو حكم مفار لكن عموما ردوان جيد الفترة القادمة بيحاول يشوف إذا كانت هناك النتائج الأخرى للتحاليل اللي هيجريها الساعات اللي جاية أثبتت أنه لسه مصاب بالكورونا هيحاول يشوف مع السلطات المغربية كيفية نقله إلى المغرب لأنه مرتبط ببعض الارتباطات الخاصة خلال الفترة اللي جاية لأنه عنده ارتباطات وعنده الالتزامات في المغرب فمسألة الصبت بالكورونا سببت له كمان قلة لأنه عنده ارتباطات مهمة الفترة الجاية فعايز يسافر المغرب خلال الساعات اللي جاية لكن عموما نتمنى التوفيق لطاقم التحكيم النهاردة